نكتفي بهذا القدر في هذا الشأن ونتحول إلى صحيفة الصيحة ونقرأ فيها تفاهمات بين الخرطوم وواشنطن بشأن استناف الحوار الثنائي وفي هذا الخبر جددت الحكومة مطالباتها للإدارة الأمريكية بضرورة رفع اسم السودان من قائمة الدول الرائية للإرهاب خلال جولات التفاوض القادمة في وقت أكدت فيه أنها قطعت شوطا كبيرا في المشاورات بشأن استناف الحوار الثنائي وقال مصدر دبلوماسي مطلع في وزارة الخارجية إن الجانبين توصل إلى تفاهمات خلال اللقاءات المستمر بينهما من أجل الوصول إلى صيغة محددة لتحديد أجندة ومحاور الحوار الثنائي وأشار إلى أن هناك تعاونا واضحا ووثيقا من قبل السودان في مكافحة الإرهاب وأضاف هذا التعاون مشهود به من قبل المعنيين من كبار المسؤولين الأمريكيين ودع المصدر إلى تحفيز السودان ويعانته حتى يقوم بدوره كاملا في إطار التعاون بين البلدين وقال إن السودان حريص على سمرار التعاون مع الإدارة الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب والمجالات الأخرى الاقتصادية والثقافية والاستثمارية وغيرها مالك يعني يرى كثيرون أنه رغم تعاقب عدد من الإدارات الأمريكية على رأس الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية إلا أنه ما زالت العلاقة بين الخرطوم وواشنطن تعاني بعضا من الفتور رغم المجهود الواضح والمقدر للخرطوم في العديد من الملفات على شكلة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وما إلى ذلك إلا أن الفتور ما زال سائدا في العلاقة بين البلدين هل توافق هذا الرأي وبرأيك لماذا لم تتطور العلاقة بين الخرطوم وواشنطن بالمستوى المطلوب وصولا إلى التفاهمات في صيغ مختلفة من الأجندة الدولية التي تحكم مسير العلاقات بين البلدين هو في فتور كامل ليس بعض الفتور وفي فتور كامل وواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية ووضع السودان الحالي في وضعه تحت الضغط هذا وضع مريح بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية بمختلف إداراتها لو جاء الإدارة الجمهورية أو جاء الديمقراطيين كونك تضع الدولة مثل السودان في وضع غير مريح بعد أن تستطيع أنك تنال الكثير في ظل تحت الوضع لأنك أنت تحت العقوبات واللائحة التي تصنف ضمن الدول الرائعة للإرهاب وفي نفس الوقت تفتح مسار تفاوض عبر هذا المسار تطلب طبعا يعني الآن السودان ليس لديه ما يطلب إلا أن يرفع اسمه من اللائحة لا يرهاب أمريكا ليس لديها ما تقدم إلا أن ترفع اسم السودان من اللائحة لكن لن تفعل ذلك لماذا؟ لن تفعل ذلك مطالبات لن تفعل ذلك ما لم تتحقلها مطالب والمطالب نفسها متحركة يعني لو تلاحظ أن أول الأمر كان المطلوب أنه توقيع اتفاقي ينهي الحرب الأهلية في الجنوب وتم تصليط ضوء إعلامي كثيف وحملة إعلامية وعبر مختلف وسائل الإعلام وحتى عبر العمل الدرامي والتمسيلي في تصوير الوضع في جنوب السودان إن أطول حرب في الغارة الأفريقية وأن حرب من الشمال المسلم ضد الجنوب المسيحي وأن حرب فيها تنطل على انتهاك الحقوق للإنسان وعلى استرقاق ونسية قصص وحكايات وأفلام ومنتجة ووجمع الضغط في الكونغرس فعندما فتح مسار إنه يا أخي لو أنت وقعت اتفاق سلام مش فصلتك وقعت اتفاق سلام مع الجنوب يمكن أن يحدث ويحدث ويحدث وفعلا حكومة السودانية خرطت في مفاوضات وأفضت لي سلام مع دولة الجنوب وطبعا كانت الكارثة إنه الخطوة اللاحقة ما زالت تقرير كارثة الجنوب فصل وما حصل الشوذان ما حصل حتى الجنوب ما حصل على حاجة حتى الوعود بتاعة الإعفاء من الديون ما في إعفاء لأن الإعفاء كان واضح أنه الشروط الفنية مستوفى لكن الشروط السياسية إنك يكون رضيان منك النادي اللي يبنون الدول الدائنة لكن ما حصل إعفاء حصلت مشكلة دارفور أيضا تم تحريك الملف من الجنوب إلى دارفور الآن الوضع المطلوب وإنك يمتع رائع للإرهاب طبعا حتى ترفع من رائحة الأفرام أيضا ستكون هناك مطالب بعضها سياسي بعضها إنساني والمطالب اللي رفعت من قبل اللي هي قضية يعني بعد الجنوب يفصل مطالب من السودان أنه يساعد في تحقيق السنان في الجنوب بعد أنه يفصل الجيش الرب الخدمات أو المساعدات الإنسانية في المناطق الجنوب كردوفان والنيل النزرق القضية بتاع الدارفور أيضا مطالب ضخمة هو السودان نفسه يحتاج إلى عون حتى ينتهي منها يعني السودان لا يستطيع أنه ينهي المشاكل في المنطقتين إلا بمساعدة المساعدة تتمثل في الضغط على الطرف الثاني اللي هو يحمل السلاح ومغافظ السنوى الجنوب أنجز الجيش الرب السودان بعيد جدا منه وعنده على غابهم أنا دار حلوس من الأعشاد إنه ستكون يعني المسألة اللي يقول كل ما أريد أن أحرز هدفا غيروا قوائم المرمى كل ما تريد أن تحرز هدف فلن تصديق عن المدى القصير إنك تحرز هدف المرمى لدارة الأمريكية لذلك ستطل المطلوبات قائمة اللهم يعني أنا أفتكر برضو من الأشياء اللي يمكن تساعد تحدث تسوية كبيرة وإذا كنت الكلام غريب شوية في منطقة الشرق الأوسط إسرائيل تكون جزء من المنظومة السودان زي وزي غير من الدول اللي يحصل تطبيع كامل السياسة الخارية تكون مصممة بحيث أن تكون ما المعنى بالتطبيع في العلاقات بين السودان وإسرائيل اللي هي الآن صفقة القرن كواحدة عنها ومش بالضرورة السودان يكون ضمن المنظومة ما إنك أنت تكون بالضرورة إنك تقود المنظومة لكن في ظل المنظومة للحاصلة صفقة القرنة التي يتحدث عنها يعني قد يكون واحد من الأشياء اللي مطلوبة منك إنك تكون متماهي مع الوضع تتوقع أن تكون بالضرورة السودانية في هذا الاتجاه الموضوع الآن حتى الآن الحكومة طبعا موقفة هو الموقف المعلن اللي حدثت قمة بيروت في 2002 المبادرة السعودية إنه العالم العربي كله مستعد يطبع مع إسرائيل بشرط قام دولة إسرائيل فلسطينية مستقلة وعاصمة القدس دي يوهر المبادرة كده العربية كل العرب موافقين عن موضوع كل العرب ما فيش شخص يشاز من الفكرة قصد قيام دولة فلسطينية الآن فيه إشكال الإشكال أكبر أيضا لأن القدس لازم تكون في العاصمة للدولة الفلسطينية يعني الآن العرب كلهم قابلانين بحل الدولتين طيب الآن الصفقة تحت القرن ماشا والسودان لا بد أن يكون جزء من هذه المنظومة برأي لا بد وطبعا برضو موضوع الإسرائيل برضو عندما تقول جميلات المتحدة الأمريكية يعني هي ممكن أن تؤثر في القضية فأنا مفتقد ده على المدى البعيد ولو لاحظت الآن إسرائيل يتحركت يعني عندها علاقات مع عشاد عندها صفارة في مصر عندها صفارة في هاديسة بابا عندها وجود في أريتريا وكثير من الدول زارة نيتنياهو تغريب أربعة دول زارة سرا دول عربية فده نقول إنه الملعب متحرك بالنسبة لسودان حتى يصل إلى مرحلة التطبيع الكامل ورفع اسمه برلاحة الدول الراعي الارهاب الأمريكان بارعين فينه كل مرة يحددون لك هداف متحركة تأثير الوضع الراهن مالك حكومة طوارئ لمدة عام وصولا إلى مرحلة الانتخابية 2020 يعني هل تعتقد أن هذا ربما يلقي بضلاله إذا كانت إيجابية أم سلبية في العلاقات بين الخرطوم وواشنطن وكيف تقيم الموقف الأمريكي من التحول الحاصر الآن في السودان طبعا عندي برضو نقطة إضافية يعني في التانيبية في أنه الآن برضو واحدة ممكن أشكالاتي أنه قانون الطوارئ ممكن برضو يكون واحدة من الأجندة في أنك إنتهي أخي لازم ترفع عن الطوارئ وإنه ينتهيك حواليسان وإنه يوري الأضع غير مستقر وإحنا عندنا الحك في أنه نفرض نقول أنه يتهدد السلم والأمن والكلام لأنه يعني هذه الحالة ستكون باقي واحدة من يعني ستضيف أمريكا لغيبة المطالب وإحنا نشوفنا ما بين الترويكا اللي يتكلم فيه لذي رفضت الحكومة السودانية وعطت تدخل سافرا في جانع الداخل فدروا لك أنه فعلا الغرب وعلى رأس وطول الأمريكا المبارع جدا في استغلال الظروف الداخلية لصالح العلاقة أو لصالح ما يطلب الغرب وما تطلب هذا المتحدة الأمريكية